سيد نائب يشرفني أن أحيطكم علماً فيما يخص الشبكة السكاكية أو مواصلة تطوير ديالها المكتب الوطني للسكاك الحديد يقام بإعداد مخطط طامح على المدى المتوسط والباعيد بشيغطي كفة الطراب الوطني بالشبكة السكاكية وهذا المخطط لا يأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي والحاجات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن وارتكز هذا المخطط على فهمين أساسيين هما تحديد الاحتياجات من خلال تخطيط المرتكز على الخدمات المغفرة للزبانات تجد الإشارة إلى أن هذا المخطط تتضمن إنشاء 1300 كم من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة لربط كل منها قادير في الجنوب عبر مراكش ثم ربط وجداء عبر مكناس وفاس وتازا إنجاز هذا المشروع أو هذا المشاريع الكبرى تطلب اعتمادات مالية تقدر ب150 مليار درهم تستدعي تضافر جهود كل فرقة من أجل إيجاد حلول مناسبة ومتكرة للتمويل وخاصة من قلال إشراك مجالس الجهات المغربية تتعمل الحكومة حاليا على دراسة حلول التركيبة المالية للطوير الاختفائق السرعة من القناة إثيراء إلى البيضاء عبر مدينة الريباط ومن البيضاء إلى مراكش عبر مطر محمد الخاميس وشكرا